لا جديد سوى مزيد من التصعيد في أول رد فعل على الإجراءات الأخيرة المتعلقة بوضع البنوك اليمنية يهدد الزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي السعودية باتخاذ خطوات مماثلة متجاوزا الحكومة الحوثي قال إن جماعته ستقابل كل شيء بمثله وستقابل إغلاق البنوك بالبنوك ومطار صنعاء بمطار الرياض والميناء بالميناء واصفا نقل البنوك من صنعاء إلى عدن بالخطوة الجنونية في المقابل لا يوجد رد سعودي رسمي على تهديدات الحوثيين وهما يفسر رغبة الرياض بعدم التصعيد فقبل أيام قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن خارطة الطريق اليمنية جاهزة مبدئا استعداد الرياض للعمل وفقا لها وآملا أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلا أدى التصعيد على وقع استمرار الهجمات في البحر الأحمر التي أجلت التوقيع على خارطة الطريق ودخلت على إثرها الأزمة اليمنية طورا جديدا من التعقيد في ظل تطورات أخيرة تشير بأن الآمال في اقتراب الحل وإنهاء الحرب في اليمن لا تزال بعيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر